المحترفين راحة من المباراة الودية بعد من قابل غنية في المغرب إن شاء الله يوم 14 حابة في مباراة ودية حيريح اللعيبة المحترفة محمد صلاح النني وكل المحترفين لأن طبعا الدوريات الأوروبية بتنهي الموسم بتاعها فبيدخلوا في الراحة السلبية بتاعتهم بعد مباراة غنية إن شاء الله في نادي الزمالك اللجنة الفنية رشحت نجم المصري البور سعيدي طبعا إلياس الجلاصي للاندمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة القادمة والمدير الفني موجود الفترة القادمة ولا لا قال لك باتشيكو في الصورة كابتن حسام حسن طبعا وبرضو لازم أقف وقفها وأقول واحد من أساطير التدريب في مصر كابتن حسام حسن ما تقول ليش واحد لو تيجي تاخد رأي أقول لك آه الزمالك محتاج في الفترة دي واحد بجانب الفنيات اللي يعيد روح اللعبين للمساطير الأغضر واحد يقدر يشغل لعبة نادي الزمالك اللي موجودة واحد يكون قلبه على الفريق زي كابتن حسام حسن في حالة رحيل المدير الفني الحالي يعني لو تيجي تسألني تقول لك في حالة رحيله وأقول لك لا أفضل واحد هو كابتن حسام حسن أنت محتاج ده في الظروف دي بتاك حسام حسن وجهازه اللي يقدر يعيد لك الروح مرة تانية لعبة نادي الزمالك زي ما أقعد الروح لما كان لعب وفاز مع زمالك بالعديد من البطولات مابينزا ده أحد اللعبين الكنغوليين اللي ممكن نلعين في النادي الأهلي خلال الفترة الصيفية القادمة إن شاء الله حمزة الجمل في الإسماعيلي أنا مش محتاج لجنة فنية تقيم اللعبين وتختار معايا من اللي نضم وأنا برضو عاوز أقول حاجة حتى وإن خرج الإسماعيلي من كاس مصر في مفاجأ عمام نادي النجوم اللي بقدم موسم رائع جدا مع أحمد عيد عبد الملك سيد محمد الطويلة لكن حمزة الجمل هو مصدر البقاء على نادي الإسماعيلي في الدولة الممتاز سواء كان الموسم المقضي أو الموسم الحالي واحد من اللي بيعرفوا يشتغلوا مع النادي الإسماعيلي بجد فأرجوكوا ومجلس الإدارة محترم ورايب مننا جدا صديقنا العزيز دكتور محمد شيحة قدوا الفرصة كاملة لكابت الحمزة الجمل ووعوا تفرطوا فيه مرة تانية زي غلطة الموسم اللي فات سريعا بعض الأخبار عيدة لأخرى تحاد سكنداري والسيد محمد مصلحي أو النائب محمد مصلحي اللي مصمم على الاستقالة وأنا هنا الأسبوع الماضي نشدت وقلت أنا لا أتصور الاتحاد سكنداري بدون النائب محمد مصلحي ومرة تانية حقرارها وأقول الإبقاء على محمد مصلحي أصبح مطلب شعبي في الأسكندارية ولد كل الرياضيين المصريين حمد مصلحي واحد من الناس اللي بتشتغل بيهدو كام اسمحشي في الاتحاد سكنداري قبل كده وفي الاتحاد سكنداري اللي موجود في منطقة أكثر من رائعة في الدورة الممتاز في السلة جمهوري زعلت لما خسر المبارنة هاي أمام النادي الأهل خسر المبارنة هاي آه الاتحاد سكنداري واحد من القوى الضريبة في كرة السلة لكن الاستقرار اللي موجود في نادي الاتحاد سكنداري مصدره مجلس النائب محمد مصلحي اللي بيقوده محمد مصلحي فأرجو سيرت النائب إن هو يراجع قراره مرة تانية وأرجو من الناس في اسكندرية سيبوا النائب محمد مصلحي الشغل بيهدو عشان الاستقرار لقلعة رياضية كبيرة جدا 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 هو نادي الاتحاد سكنداري سيد البلد خامس الدور الأهم في الدور الممتاز فأرجوكوا خلوا الرجل يشتغل زوران رجع مرة تانية واحد من المدربين الأكفاء جدا في الدوري مدير الفن نادة الحادس كاندري زعل شوية ورجع للتدريب ونتمنى لهم للسقرار إن شاء الله